السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم في صحاف هذا الفيديو الجديد اللي ان شاء الله ما غدش نطول فيه فقط دزت واحد المعلومة اه ما بغيتش نتجاه لها وخان نذكرها بعجالة لاحظت يعني واحد الخبر الذي ظهر على جريدة الاسبوع من بعد ما شفنا الغموض الذي يلف الوضع الصحي دي المحمد السادس والتحركات الغريبة داخل القصر الملكي والتحركات دي الحموشي ومحاولة تلميع الامير مولاهم رشيد اليوم بكل غرابة اني طلع لي هذا الخبر هذا لم تعرف اسباب اطلاق حملة دعائية كبيرة ذكر فيها اسم الامير مولاهم اسماعيل من طرف بعض المواقع باعتباره اميرا شعبيا يتحدث الدارجة يتمشى قرب مدينة الوضاية التاريخية بالرباط ومعلوم ان الامراء لطالما تجنبوا هذا النوع من التواصل مع المواطنين يعني هذا طرح ولا ترويج لهذا السيد بدون مناسبة انا ما كنقول لكش هذا الخبر بحال دبا هادو كيقول لك ركين مواقع اخبارية هي التي ترويج وانا فعلا مشيس كنقلب كنشوف واش كين فعلا شي ترويج بخصوص هذا الموضوع هذا فشيس كنقلب هنا يا فلا يوجد الا بعض الاخبار القديمة فعلى ما يبدو ان الموقع نفسه هذا دي الأسبوع هو يحاول الترويج بطريقة غير مباشرة كما كنعرفو ان القصر يعني لخلافة الحكم وللوراة ديالو كيكون هناك عدة بدائل وعدة عدة سيناريوات يعني كتبدأ من من ولد الماليك الخوه الولد عمو جينا نشوفو احنا عندنا مثلا في المغرب را كاين ولدو مثلا كاين خوه كاين مولاهم هشام وكاين الاخذ مولاهم هشام هو هذا مولاهم اسماعيل يعني جميع السيناريوهات الناس اللي كيكونوا كيحكموك تكون محطوطة وهذا الناس اللي كيكونوا في خانة البودلاء يعني دائما ما كيحاولوا يرويجوا الراسهم ويبقاوا حاضرين على الساحة بالرغم من ان الغريب الملاحظ في هذه المعركة كاملة انه ما كينش ترويج الامير الحسن او الابن ديال محمد السادس كيما سبقنا وذكرنا في الفيديو الاخر فقط هذا الفيديو رتو غير باش هاد الاشارة ما تفوتش على الاخوة المتابعين ديال القناة ويعرفوا انه كين تحركات على جميع المستويات برغم ان هذا التحرك مشيش تحرك اللقوي فقط غيباش الناس يفهموا الامور كيفاش كات تمشى دمتم في رعاية الله والى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم